هو الحمل خارج الرحم هي حمل خارج التجويف الرحمي و اغلب الاماكن اللي بيحصل فيها الحمل خارج الرحم هو في الانبوبة انا ليه بقول لها احتمال يحصل حمل طبيعي لان عشان يحصل حمل خارج الرحم في الانبوبة في الاغلب بتكون الانبوبة نفسها مصابة الانبوبة دي تلفة الانبوبة دي فيها خلل الانبوبة دي فيها التهابات مزمنة فيها انسدادات فيه التساقات حواليه طبعا أطفال أنابيب لو بنعملها أو تنشيط الطبويت بيزود شوية نسبة الحمل خارج الرحم الحمل خارج الرحم بيبقى ست بتقطعها الدورة بتحس بأعراض حمل بس اللي بيلفت نظرنا ألم شديد في أسفل البطن ألم غير محتمل الأنبوبة دياءة جدا لا تحتمل الحمل الحمل وبيكبر جواهة ست بتحس بألم بشع قد يصل الأنبوبة دي تنفجر قد يحدث نزيف داخلي قد يهدد حياة الست الحمل خارج الرحم مخادع في تشخيصه وبالتالي محتاج حد يبقى دايما واعي في تشخيصه وبيفتكره ويفكر فيه الحمل خارج الرحم في الأغلب بيشخص زي ما انت سمعتوا كده على أنها زيدة فبتتاخد الست دي إلى طبيب جراح لكن لو حد خد باله أن دي سيدة وأن فيه انقطع للدورة أو تأخر ليها أو كان بيستخدم أدوال تنشيط طبويت ساعتها الأمثل أن احنا نعمل منظار كنا عملنا المنظار يهالة قبل علشان نشخص الحمل خارج الرحم والمنظار كمان قد يعالج الحمل خارج الرحم وكان يستطيع أن يحافظ على الأنبوبة لو لم تكن انفجرت أو حتى لو كانت انفجرت إزالة الأنبوبة والتدقل الجراحي بالمنظار احتمالية حدوث التساقات بعده أقل لكن احنا عملنا فتح بطم احتمالية التساقات عالية الحمل خارج الرحم كانت الأنبوبة منفجرة كان فيه دم منتشر في التجويف البطني والحوضي وبالتالي احتمالية التساقات أعلى احنا كمان بنقول إن الحمل خارج الرحم ما بيحصلش أساساً 令ف أنبيب هي الأنبيب دي معيوبة الأنبيب دي مصابة الأنبيب دي فيها مشكلة وبالتالي لما الأنبيب فيها مشكلة يبقى احتمالية حدوث الحمل خارج الرحم مرة أخرى ما زالت احتمالية عليه وبالتالي للتالة عوامل دول احتمالية وجود التساقات داخل الحوض عند حضرتك اكيد احتمالية عليه الاشاعة اللي بيستبغى حاجة كويسة اوف انها تشوف الانبوبة لكنها ليست جيدة او قاطعة تمام القطع في تشخيص الالتصاقات داخل تجويف الحوض واللي قاطع في تشخيص الالتصاقات هو المنظار والمنظار مش بس دوره تشخيصي المنظار هيكتشف الحوض ويشوف الانبيب سالكوة لا وزلاء الالتصاقات والتصاقات كانت بسيطة هنحاول نقصها بالمنظار عشان نحاول استعادة الانبوبة الى ما كانت عليه لمحاولة ان يحصل حمل طبيعي ده لو لقينا التصاقات لو ما لقيناش التصاقات يبقى الحمد لله لو لقينا التصاقات شديدة اوي ساعتها طبعا هنرفع المنظار وحنبقى شكين ان مع اصل التصاقات احتمالية ان رجوع للتصاقات هيبقى احتمالية وردة وبالتالي هنلجأ الى اطفال الانبيب وعشان كده النصيحة المخلصة لحضرتك ان الامثل لما بيقى فيه تأخر حمل بعد قبل كده حمل خارج الرحم وحصل له انفجار وكمان الالاج بتاعه تم بفتح بطن يبقى التدخل بالمنظار الجراحي هو الامثل ولازم اللي يعمل لحضرك منظار يبقى متخصص في المنظير وعنده القدرة انه مش بس يشخص ان فيه التصاقات لا ده لو لا ان فيه التصاقات الجراح ده قادر على انه يقص التصاقات دي ويتعامل معاها علشان يدي حضرتك فرص ونسب لحدوث الحمل اعلى من اي حاجة تاني وبالتالي يبقى منظار البطن والحوض هو الحل اللي يبدو الامثل بالنسبة لحالة حضرتك